قضاء أصحاب السيارات أيام وليال أمام مكتب خبير المناجم ينتظرون دورهم للحصول على رخصة المطابقة السلطات المعنية وبعد نقل الشروق نيوز معاناة أصحاب السيارات تتدخل بتحويل المقر الوحيد لإجراء هذه الخبرة بوادي الصمار إلى منتزه الصابلات بالعاصمة زادوا داروا لا شارج علينا أخو فيه برقة كانت بين صراع لا شارج هذا كانوا بعد خدموا دائما خدموا هذه السمانات دائما ولا تفعر غام بعد أخو ولا تفعر غريبا لکي هنا ركي تشوف أخوان하ك تشوف غاشي هنا شوف بيناتنا ركي تشوف ادقارة هنا تخلص عشر عالة ما زي تدخل هيك خمسين ألف هامت كيفة خمسين ألف زي تدخل للداخل زي تطلع لحت البروات الفوق عني يقول لك مشيت عربع ساعة أخو واللغة نهار كامل وتهنات تسوفر يا حبيبي بزاو ثاني يقول لغاو بزاو يبقى خبير المناجم الوحيد بالعاصمة يتكفل بالكم الهائل من السيارات عبر إقليم الولاية والولايات المجاورة من دون توسيع شبكة المراكز تنهي معاناة أصحاب المركبات الذين ينتظرون وسط العدد الكبير من السيارات لوحات ذات الترقيم الأجنبي للسيارات أقل من ثلاث سنوات تشكل غالبية السيارات المصطفى التي ينتظر أصحابها دورهم لمقابلة خبيل المناجم خاصة بعد تأخر دخول المركبات الجديدة يبدو أن القائمين على ملف منح رخصة المطابقة من طرف خبيل المناجم ارتأوا أن الحل لمعاناة أصحاب السيارات هو تغيير مكان طوابير الانتظار من ود السمار إلى منتزه الصابلات في ظل غياب الرقمنة التي لم تجد لها مكانا في ظل كل هذه الطوابير